شهران على انتهاء الهدنة الإنسانية ومعها دخلت عملية السلام في طور التجميد وهي حالة فرضتها مليشيا الحوثي ونقلت عملياتها العسكرية إلى مرحلة جديدة من التصعيد نحو الموارد النفطية وموانئ البلاد من جهة ومن جهة أخرى على مواقع الجيش الوطني في جبهات قتال عدة مؤخراً أعلنت القوات الحكومية وعلى لسان ناطق الجيش العميد عبد المجلي صد العديد من الهجمات على محافظات حجة ومارب والجوف وتعز إضافة إلى الحديدة ولم تكتفي المليشيا بذلك لكنها تواصل أيضاً تهديدها بشن عمليات عسكرية وتصعيد بحري نحو السفن النفطية بغية حصولها على المزيد من المكاسب في ظل تأرجح المواقف الدولية التي باتت تريد إغلاق الملف اليمني القياد في صفوف الإنقلابيين محمد ناصر العاطفي قال في حالة عدم صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطارة الميليشيا وإنهاء ما اعتبره بالحصار فإن المعركة القادمة ستكون محرقة وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها قيادي حوتي تهديدات فقد سبق أن نفذت الميليشيا تهديداتها على أرض الواقع ولعل ما ساعدها في ذلك حالة السلم القائم بين صنعاء والريال إضافة لذلك باتت الميليشيا تنظر إلى موارد البلاد النفطية كهدف ربما يساعد في الضغط على الحكومة الشرعية من أجل التنازل والقبول ببعض النقاط التي لا تحقق سوى مصالح الإقلابيين